التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السبع بتوقيت جرينج موجزوا الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على استكشاف واستغلال كافة الفرص التنموية المتاحة وتوجيه الاستثمارات بما يحقق أعلى العوائد للمواطنين وبمواصلة الجهود الرامية للتوسع في الاستثمار في الموارد البشرية جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وأوضح متحدث الرئاسة أن الرئيس السيسي اطلع لملامح الخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي القادم 2024-2025 ومتابعة ما تم تنفيذه في خطة العام المالي الحالي 2023-2024 وأهم القطاعات ذات الصلة بتنفيذ الخطة والتي تعطي الأولوية بشكل أساسي لتنمية المورد البشري من خلال التركيز بصفة خاصة على قطاعي الصحة والتعليم أعلنت الأمم المتحدة أنها استخدمت طريقا بريا جديدا لتوصيل أغذية إلى شمال قطاع غزة للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع وقال جميع مكولدريك منصق الأمم المتحدة للمساعدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن قافلة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي استخدمت طريقا عسكريا إسرائيليا يمتد بمحاذاة السياج الحدودي لغزة للوصول إلى شمال القطاع أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أن أربعة صفن لوجستية تابعة للجيش الأمريكي غادرت ميناء برجينيا في طريقها إلى شرق البحر المتوسط للمشاركة في بناء رصيف بحري قبالة سواح الغزة لنقل المساعدات الإنسانية وقال المتحدث باسم البنتاجون أنه من المتوقع أن يبدأ تشغيل الرصيف في غضون ستين يوما وسيقدم نحو مليوني وقبا يوبيا أعلنت الولايات المتحدة أنها لا تعتزم الحد من توريدات الأسلحة والذخيرة لإسرائيل في هذه المرحلة وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفن أن سياسة واشنطن لا تشمل خطوات من هذا القبيل ويأتي ذلك على خلفية توجيه عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن طلبوا فيها بوقف توريدات الأسلحة لإسرائيل حتى رفع السلطات الإسرائيلية للقيود عن توريدات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة استشدى شابان فلسطينيان وأصيب ثلاث آخرون برصاص الاحتلال خلال اقتحام ساحة الطوارئ بمستشفى جنين بالضفة الغربية المحتلة وفي قطاع غزة وصلت قوات الاحتلال قصفها العنيف على مناطق متفرقة من قطاع غزة وأوضحت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال استهدفت مناطق بحي الزيتون ومدينة غزة وخان يونس ورفح ما أسفر عن استشهد وإصابة العشرات من الفلسطينيين أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قوات الحوثي أطلقت صاروخاً باليستياً من اليمن تجاه المدمرة لابون في البحر الأحمر وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن الصاروخ لم يؤثر على المدمرة ولم تقع خسائر مادية أو بشرية وفي الوقت نفسه أكدت القيادة المركزية أن سفينة تابعة للتحالف نجحت في الاشتباك مع طائرتين مسيرتين أطلقتاً من اليمن وتم تدبيرهما أعلن الرئيس الروسي بلاديمير بوتين أن بلاده مستعد لاستخدام أسلحة نووية إذا تعرض وجود الدولة للتهديد وأكد بوتين أنه إذا أجرت الولايات المتحدة اختبارات نووية فقد تفعل روسيا الشيء نفسه مشيراً إلى أنه إذا ظهرت قوات أمريكية في أوكرانيا فستعتبرها روسيا دخيلة حقق فريق البنك الأهلي فوزاً مثيراً ومفاجئاً على ضيفه الأهلي بنتيجة أربعة أهداف لثلاثة في المباراة التي جمعتهما في إطار الجولة الخامسة عشر من الدور الممتز والفوز هو الرابع هذا الموسم للبنك الأهلي ليرفع رصيده إلى خمسة عشر نقطة في المركز الرابع عشر بينما تلقى الأهلي الهزيمة الأولى له بالدوري يتجمد رصيده عند سبعة عشر نقطة في المركز العاشر من ثمانية مباريات وفي نفس الجولة تصدر المصري الدوري بعد تعادله مع مضيفه زاد أفسي بهدفين لكل منهما وفي مباراة أخرى تلقى الزمالك خسارة مفاجئة أمام مضيفه الجونة بنتيجة هدفين لثلاثة في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر الدوري الفوز رفع رصيد الجونة إلى إثنان وعشرين نقطة ليرتقي إلى المركز السادس في جدول الدوري فيما توقف رصيد الزمالك عند خمسة عشر نقطة في المركز الثالث عشر انتهى موجز التاسعة وعود مرة أخرى لمصطفى وبسانت واستكمال فقرات صباح الخير يا مصر شكرا لك يا هال